موسيقى مشاهدين الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج وجها لوجه يصدنا اليوم أن نستضيف السيد إبراهيم أحمد دخيري مدير عام المنظمة العربية لتنمية الزراعية المشارك حاليا في دورة السادسة من معرض الصين ودول العربية لنستمع إلى أعرائه حول أهمية هذا المعرض وأيضا التعاون الزراعي بين الصين والبلدان العربية سيد إبراهيم مرحبا بكم في الصين وتحديدا في مدينة يونتوان شكرا جزيلا أخي الكريم وأنا سعيد أن أكون حضور في هذا البرنامج وجها لوجه في إطار مشاركتنا هنا في مدينة نينشوان عاصمة مقاطعة نينشيا في إطار احتفالنا جميعا بالمعرض الصيني والدول العربية والذي يتزامن مع المؤتمر أو المنتدى العربي الصيني لنقل التكنولوجيا في نسخته الخامسة سيد إبراهيم في صباح اليوم قد شاركتم في حفلة افتتاح هذا المعرض وأنتم تعلمون قد مضى عشر سنين على إقامة هذا المعرض وهذه الدورة السادسة فكيف تقيمون أهمية هذا المعرض في تعزيز الصداقة بين الصين والدول العربية وخصوصا في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين حقيقة منذ أن بدأ هذا العمل منذ عشر سنين خلال هذه العشرة أعوام حدثت قضايا كثيرة في التقارب بين الصين والمجموعة العربية ولعل آخرها ما حدث في 22 و23 من القمم العربية القمة الصينية العربية والتي عقدت في الرياض والقمة الصينية ودول مجلس التعاون الخليجي وعرفت قضايا كثيرة واهتمامات كثيرة دفعت بها إلى مستوى القمم أو إلى مستوى الرؤساء في المنطقة العربية وفي الصين أدت كلها قوة دفع كبيرة لما طرح الرئيس الصيني في الشراكة الاستراتيجية والتي تشمل ثمانية قضايا أساسية حقيقة خلال هذه الفترة حصل تواصل كبير جدا بين المعنيين والممسكين بالملفات الأساسية في القضايا التي طرحتها أو طرحتها الشراكة الاستراتيجية بين المجموعة العربية والصين على مستوى المؤسسات العلمية والمؤسسات الأكاديمية بأشكال مختلفة والقائمين على إنفاس القضايا التنفيذية في الدول العربية على مستوى الوزارات وعلى مستوى الهيئات المتخصصة كلها أدت أن يكون هذا المؤتمر اليوم أو هذا المعرض الصيني والدول العربية وكذلك المنتدى الخامس له طعم وفيه طروحات حقيقة عن نتائج حدثت خلال هذه الفترة خاصة فيما يخص قضية التكنولوجيا فأنا سعيد حقيقة أن أكون مشارك في هذا الحدث الكبير وأنا أمثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية الزراع الفني لجامعة الدول العربية في خصوصية التنمية الزراعية والأمن القزائي وهي حقيقة من القضايا الحيوية والمحورية الآن في العالم كله ولذلك حضورنا كان يمثل جزء من إرادة الجامعة الدول العربية في أن قضية الأمن القزائي قضية محورية وينبقي أن تنال حظ في الشراكة الصينية العربية سيد إبراهيم حضرتكم مدير عام المنظمة العربية لتنمية الزراعية فهل بإمكانكم أن تعرفون بهذه المنظمة؟ المنظمة العربية للتنمية الزراعية هي أحد أعمدة العمل العربي المشترك في خصوصية الزراعة تم إنشاءه في العام 1970 وباشرت أعماله في العام 1972 من مكتبها الرئيسي في الخرطوم عاصمة السودان المنظمة لها أربعة مكاتب إقليمية حسب تقسيماتنا في المنطقة العربية عندنا مكتب المغرب العربي في الجزائر ومكتب دول وادي النيل في القاهرة ومكتب دول وادي النيل في القاهرة يشمل كل دول وادي النيل من القاهرة والمصر والسودان وجبتي وجزر القمر والصومال ثم مكتب المكتب الإقليمي لدول المشرق العربي ويوجد في عمان في الأردن ثم المكتب الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي ويوجد في الكويت فبهذا المفهوم يشارك كل العالم العربي في المنظمة العربية للتنمية الزراعية وأصحاب المعالي الوزراء هم يشكلون الجمعية العمومية وعندنا مجلس تنفيذي يتكون من 8 وزراء يتناوبون في المنطقة العربية للدفع بأجندات العمل العربي المشترك في خصوصية الزراعة المانديد أو عقد التأسيس الأساسي للمنظمة معني بتحقيق الأمن القزائي المستدام والتنمية الزراعية المستدامة في العالم العربي ولذلك ملف الأمن القزائي حاضر ونعلم جميعاً ما تمر به المنطقة العربية من صعوبات في قضية الأمن القزائي إما من جانب شح الموارد فالمنطقة العربية معلوم أنها منطقة شحيحة الموارد المائية وعندنا صعوبات كثيرة فيما يخص الأراضي حيث أن المنطقة العربية من أكثر المناطق تصحراً في العالم فعندنا قضية الصحراء وتدهور الموارد وشح الموارد المائية والآن جاءت قضية التقلبات المناخية تحديات تغير المناخي كلها تؤثر تأثيراً كبيراً على قضية الأمن القزائي العربي ولذلك العالم العربي الآن مهتم اهتمام كبير من على مستوى قيادته وعلى مستوى الوزراء المختصين الممسكين بهذا الملف والمنظمات الفاعلة ومنها المنظمة العربية للتنمية الزراعية كلنا مهمومون حقيقة بقضية تحقيق الأمن القزائي العربي لدولنا ولذلك نرى في الشريكة الأكبر الصين يعني مساحة كبيرة جداً للتعاون حيث أن الصين تمتلك كثير من التقانات التي يمكن أن تسخر وتستخدم في منطقتنا العربية دعم لقضية تحقيق الأمن القزائي والحفاظ على الموارد الطبيعية نعم سيد إبراهيم قبل قليل شاركتم في هذا المؤتمر مؤتمر لهذا المعرض عن نقل التكنولوجيا وعن تعاون الابتكاري فما أهمية نقل التكنولوجيا في تخفيف من التحديات التي تواجه العالم العربي في الأمن الغذائي ما دور الصين في تخفيف هذه التحديات نعم هو حقيقة إذا كان في قطاع الزراعة وفي كل القطاعات الاقتصادية الأخرى قضية التقانة مهمة للغاية فكل التحديات والصعوبات التي تواجه أي منظومة لا بد أن تقارع بالتقانة بالتقانة والتقانة المناسبة ولذلك الصين في كثير من النواحي في قضية الزراعة تشابه منطقتنا العربية واستطاعت أن تطور كثير جدا من التقانات ولعل اليوم تمت إفادتنا بأن هناك ما يربو على 300 تقانة تم إجازته كلها تساهم في قطاع الموارد المفضي إلى تحقيق الأمن الغذائي تقانات مصوبة في الأراضي تقانات مصوبة في الموارد الوراسية الحيوانية والنباتية تقانات مصوبة في قضية المياه واستخداماتها لاستخدام الراشد والاستخدام المفضي إلى تحقيق أعلى مردودية من استخدام المياه أو كل الموارد المتاحة لذلك الصين استطاعت أن تطور هذه التقانات عبر مراكز البحسية المختلفة ولكن نحن في المنطقة العربية لدينا خصوصية فيما عرف بالمركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا وهو مركز الآن مضى عليه ما يقارب العشر عوام حقق نجاحات كبيرة جدا ونشأت من بعده من هذا المركز الذي هو في نينشيا في هذه المقاطعة ذاتية الحكم أقام مراكز أخرى في الدول العربية ولذلك الآن نحن نجني ثمار هذا الجهد الذي وقفت الصين من خلفه ودعمت الدول العربية هذه المبادرة بالاستفاف وبالمتابعة وبالمواراة مما أدى إلى تحقيق نتائج في تقديرنا الآن نستطيع أن ننقله إلى بلادنا ونحقق بها اختراقات كبيرة في مقارعة الصعوبات التي تواجه العملية الإنتاجية وتحقيق الأمن القزائي في المنطقة العربية نعم سيد إبراهيم نحن في الصين سمعنا عن كثير بكثير من قصص نجاح لمكافحة التصحر في الصين لا أعرف اليوم في المساء هناك تقرير حول خبرة الصينية لمكافحة التصحر لا أعرف إلى أي مدى ستفيد هذه الخبرة الصينية التجربة مكافحة التصحر في الدول العربية أنا الحقيقة استمعت باهتمام شديد للمداخلة التي قدمها المركز المتخصص في مكافحة التصحر وحقيقة أكاد لا أصدق أنه مثل هذه الصحاري كلها تم التعامل معها وعادت الآن رواب خضراء فهذه وذكرت أكثر من تقانح العلو المتحدي ذكر ما يقارب الاثناشر طريقة وترتيبات وإجراءات بتقانات مختلفة حسب نوع التصحر وحسب عمق الصحراء ومدى انتشارة وتوسعة يمكن استخدامها وأنا أتوقع أنه هذه بشرة كبيرة لنا في المنطقة العربية وطرحنا طوالي مباشرة مع المعنيين أنه مثل هذه التقانات ينبقي أن تكون في صلب الاتفاقيات التي وقعناها وسنوقعها إن شاء الله غدا سنوقع اتفاقية مع الجهات المعنية في المركز الصيني على رأسها قضية تدهور الموارد وفي قمة موضوع التصحر أنا حقيقة ممتن وشاكر لهذا الجهد الجهد العلمي الكبير والجهد التنظيمي من وراء إيجاد هذه المنظومة التي تكافح التصحر مهما كان عمقه وشراسته نستطيع حقيقة أن ننقل جزء كبير من هذه التجارب إلى منطقتنا أنا لا أقول أن المنطقة العربية ما عندها تجارب عندنا تجارب ولكن إذا ما تكاملت هذه التجارب هذه التجارب الصينية الرائعة مع تجاربنا في منطقتنا العربية وأيضا إحنا عندنا خبراء وعلماء ومختصين في قضايا التصحر إذا تكاملت هذه الجهود فنستطيع حقيقة أن نتعامل مع أخطر مهدد لقضيتنا أو لمنطقتنا العربية وهو التصحر في الممتد من شبه الجزيرة العربية إلى حدودنا الغربية في المحيط نعم سيد إبراهيم لدينا الطريقة الصينية لمكافأة التصحر أو لتثبيت الرمال بعمل نسميه العشاب المربعات العشبية خاصة على جانبي الطريق السريع أظن أن هذه الطريقة ستفيد دول عربية لتثبيت الرمال أكيد لا شك أنا أتوقع أنه ما ذكر من تقانات كلها مناسبة وجزء منها حقيقة يشابه في إرسنا العربي ما نعرفه بالمعارف التقليدية حقيقة قضية التصحر منذ القدم يعني تعامل معها إجدادنا في المنطقة بنظام الحمى وأنظمة أخرى موجودة جزء كبير منها يشابه إلى حد ما بعض هذه التقانات التي تم تطويرها فأنا أفتكر هذه أيضا سانحة كويسة الموائمة بين ما تم تطويره وتقنينه كتقانات أخذت حيزها من الدراسة والتعمق وتم إجازتك يعني تدخلات يمكن الاستفادة منها مع إرسنا التاريخ بما عرف بالمعارف التقليدية يمكن حقيقة أن ننجز لمنطقتنا العربية يعني مساحة كبيرة من مقارعة هذا المارد الكبير في منطقتنا وهو التصحر نعم سيد إبراهيم أنتم تعلمون يصادف هذا العام ذكرى العاشرة لطرح مبادرة الحزام وطريق الصينية وربما تعلمون أيضا في شهر أكتوبر القادم ستعقد قمة المنتدى منتدى الحزام وطريق بحضور زعماء عرب إذن كيف ترون هذه المبادرة الصينية الضخمة؟ هي حقيقة مبادرة عظيمة ما تركت شاردة ولا واردة إلا وأحصطة في سبيل إيجاد الرفاه للمجتمع الصيني والعربي بل المجتمع الذي ظل يتابع منذ القدم طريق الحرير والذي تمخض قبل عشر سنين عن هذه المبادرة القيمة من الرئيس الصيني مبادرة الحزام وطريق وهي مبادرة لا تقتصر فقط على قطاع دون قطاع بل هي شاملة فيها الاتصالات البنى التحتية ريادة الأعمال تطوير القطاعات المختلفة أجزاء ثقافية منها أجزاء منها حقيقة شاملة وتهدف إلى إيجاد مجتمع قادر على الاستفادة من كل كبيرة وصغيرة بالتعاون والتكاتف والبناء المشترك ولذلك أنا أتوقع أن دولنا العربية على مستوى القادة وعلى مستوى المختصين هم كلهم حقيقة يستبشرون خيرا بهذه المبادرة خاصة ونعلم الآن الاتجاه الجديد في قيام مجموعة البريكس التي أيضا ستضيف بعد كبير للترتيبات القائمة على الأرض تماما ولأنه نحن في المنطقة العربية يمكن ثلاثة من دولنا مشاركة إن شاء الله وتشارك بقوة في مجموعة البريكس وهي ترتيبات إضافية لما كان قائم بين المنطقة العربية والصين في إيجاد الرفاه الاقتصادي والإنساني للدول المنطقة عبر مبادرة الحزام والطريق فهي مبادرة شاملة نحسب أنها إن شاء الله ستكون مفيدة لنا جميعا سيد إبراهيم أهم الموضوعات الهمة في هذا المعرض دفع الاستثمار فما هي الفرص الجديدة الممكنة التي سوف يوفرها هذا المعرض لتعزيز الاستثمار المباشر من وإلى الدولة العربية طبعا الأصين دولة بحورية ولعل أنا استمعت إلى مدخلات القادة الذين حضروا معنا لمستوى الوزراء والهيئات المختلفة هذا اليوم الصباح في الجلسة الافتتاحية وكلهم أشاروا إلى كيف أن حجم التجارة بين الصين والدولة العربية خلال تقريبا العشر سنين التي انقضت تطور من نحو من 40 مليار إلى 430 مليار بزيادة تصل إلى 400 مليار هذه زيادة كبيرة تدل على شيء واحد أن قضية التجارة والاستثمار بين الصين والدول العربية قضية يدعم كثير جدا من الواقع ويدعم كثير جدا من الاصطفاف والسياسات المشجعة في الدول العربية وفي الصين الصين مصدر للتقانا الصين سوق كبير العالم العربي أيضا سوق كبير هناك منافع وسلع موجودة لدينا في العالم العربي تحتاج لها الصين وهناك أيضا كثير من السلع التي تنتج الصين نحن في حوجة كبيرة لها ووجود هذا التقارب وهذا الاستفاف لعل اليوم أنا في كلمتي أيضا أشرت إلى أن هناك بعض القضايا المحورية التي تقع في دائرة الاقتصاد الكل وذكرت منها الأمن القزائي هي قضايا محورية ينبقي أن تتعدى سقوفات العقوبات السياسية والاقتصادية التي طفرت في العالم هنا وهناك ولذلك الصين بالتاريخ الطويل هي من الدول أو هي حقيقة الدولة الداعمة للمنطقة العربية في الصعوبات التي تواجهها في تحقيق بعض المرامي ولذلك هذه الروح الروح التعاون والتكامل وتعد كثير جدا من بعض الأطر التي تعيق التبادل يعني تقوم به الصين يعني أنا أقول بجدارة ولذلك هي شريك إن كنا نقول أن الصين هي أحد شركاء المنطقة العربية فأنا شخصيا أطمع أن تكون الصين هي الشريكة الأكبر في المدى القريب فيما يخص قضية الأمن القزائي والتبادل السلعي والاستثمارات في منطقتنا العربية ويعني هي جديرة بأن تكون كذلك نعم سيد إبراهيم دائما نسمع وسائل الإعلام يتحدث عن دور الصين في المنطقة بأنه شريك تجاري واقتصادي ولكن في السنوات الأخيرة خاصة في الأشهر الماضية لعبت الصين دورا كبيرا في تحقيق المصالحة بين السعودية وإيران كيف ترون هذا التغير لدور الصين في المنطقة وبعد ذلك تساعد الحديث عن موجة سلح أو مصالحة في المنطقة تابعنا كلنا طبعا ما حدث منذ أن التقى القادة في المملكة العربية السعودية الصين والسعودية وكيف أن الأمور تتابعت من بعد ذلك أنا أقول أن الصين يمكن أن تكون ليس فقط الشريك الاقتصادي الكبير للمنطقة العربية ولكن أيضا الشريك السياسي فهي الآن لعبة دور كبير في بعض القضايا الإقليمية المحورية وما ذلك إلا لأن المنطقة العربية أيضا فيها أو لديها ثقة متطورة في جهود الصين في أنها عندما تتدخل يعني تكون فعلا تدخل حيادي يهدف إلى تقريب وجهات النظر يهدف إلى خدمة مصالح الأطراف أي أن كانت شكلها ولذلك أنا مرة أخرى أقول نأمل أن نرى الصين الشريك الأكبر اقتصاديا وكذلك أيضا الشريك الأكبر سياسيا للمنطقة العربية بروفاسور إبراهيم من أهم قضايا السعى التي تهم كل البشر خاصة من دقة الدول العربية التحول الرقمي فهل هناك تعاون بين الصين وأدول العربية في هذا المجال؟ نعم فعلا كما ذكرت قضية التحول الرقمي وطبعا قضايا وتحديات أخرى موجودة منها على سبيل المثال كما ذكرت أنا سابقا قضية التغيرات المناخية وصعوباتها في القضيتين هذه الأهم مكونين هي التقانة يعني المطلوبات التكنولوجية لمقارعة قضية التغير المناخي والمطلوبات التكنولوجية في تحقيق التحول الرقمي طبعا التحول الرقمي ما عاد رفاه تحول الرقمي هو قضية محورية وضرورة كلنا نعلم نسمع عن الحكومات الإلكترونية ونسمع عن تحويل كل المعاملات أن تكون إلكترونية يعني نقوم بكل الإجراءات مثلا نطلب أشياء عن طريق الهواتف ذكية أيها كله إلكتروني فهذا التحول الرقمي يحتاج إلى بونة تحتية كبيرة ويحتاج إلى تطور تقني واندياح في التواصل أو الكنكتيفيت أو وجود الإنترنت في مناطق مختلفة حتى تضمن دخول الأكبر قدر ممكن أو الكل في المعمورة أن يكون جزء من هذا التحول الكبير وهو يضيف بعد كبير جدا للإنسانية وبدونه يصعب جدا الحديث عن اكتمال رفاها البشرية وتحقيق المطلوبات على الأرض التحول الرقمي الآن إذا أخذناه في مجال الزراعة نحن نتحدث عن إنترنت الأشياء ونتحدث عن البيك ديتا ونتحدث عن أشياء كثيرة هي في مجملة الآن تساعد زيادة كبيرة جدا في الإنتاجية استخدام أمسا للموارد وبدون يجد المنتج أو المتعامل في هذا القطاع نفسه خارج المنظومة لأن التقانات الحديثة كلها ماشى في هذا الاتجاه فالتحول الرقمي ما عاد رفاه فقط أو من باب إن شئت أخذت به وإن لم تشاء تركته أبدا لابد أن يكون حاضر فأنا ذكرت أنه هو محتاج للتقانات اللي هو تطور تكنوليجي معين وأيضا محتاج إلى فاينانس اللي هو محتاج إلى ترتيبات تمويل أليت أن القضيتين المحوريتين الآن يواجهننا في العالم قضية التحول الرقمي وقضية التغيرات المناخية وفي الحالتين في مطلوبات تكنولوجية اللي هي تقانات مطلوبة للإثنين وأيضا فاينانس أو تمويل مطلوب للإثنين أنا أحسب أن الصين بما تقدمه لمنطقتنا العربية بالزاد وإصطفافها معنا في قضايا التقانة وفي قضايا التمويل أيضا فهي تقدم تمويلات كثيرة للمنطقة العربية والأفريقية والأمريكا اللاتينية بأحجام كبيرة زكرة اليوم في الجلسة الافتتاحية هي كلها في مداها الأعلى تساهم الدول العربية أو الدول المشاركة الصين في أنها تأخذ بسبل التقانة أي أن كانت مطلوبات إلى التحول الرقمي أو مطلوبات إلى مقارعة قضايا المناخ التغيير المناخي الذي هو كارثة كبيرة إذا لم نتعامل معه وهناك طبعا وعود من الدول الكبرى في أن هذه المطلوبات التكنولوجية ينبقي أن يتم تمويله بطريقة ولا أخرى إما منح أو قروض ولكن الممارسة على الأرض الآن تشير إلى أن هناك تقاعز كبير ونحسب أن الصين إذا كان في دول قليلة تقدم ما هو مطلوب فهي من الدول القليلة التي تقدم الكثير في موضوع التحول الرقمي والتغييرات المناخية ولذلك أنا أحسب أن الويود الصين واستفافة معانا في المنطقة العربية مهم جدا في تحقيق هذين المطلوبين وهي من المطلوبات الكبيرة جدا لعالم ما بعد يعني طبعا الآن نحن بعد الثورة الصناعية نتحدث عن يعني الثورة التكنولوجية الكبيرة تحول الرقمي على رأسها الثورة الصناعية الرابعة هي فحواها هذا الذي نقوم به ونجد سند كبير جدا من الصين في ذلك في منطقتنا العربية وفي بقاء أخرى أيضا في العالم نحن نشكر للقيادة الصينية هذا الاصطفاف وتائما هناك مبادرات وحقيقة يعني انتهاء العشر عوام لمبادرة الحزام والطريق ستأتي بيعني قضايا كثيرة جدا على طاولة الحديث مع القادة العرب من الجانب العربي والصيني ولكن كلها ستدعم حقيقة تحول المجتمع العربي إلى مجتمع مجتمع يعني يعني يدخل عالم الرفاه واستخدام التقانب المستوى المطلوب نعم نعم شكرا سيدة إبراهيم بهذا قد انتهينا من هذه الحلقة ونشكركم شكرا جزيلا على وقتكم الثمين وهذه ليس المرة الأولى التي تزورون في الصين لذلك أنتم صديق قديم للصين نتمنى لكم إقامة طيبة في هذه المدينة إنشوان شكرا جزيلا شكرا للمشاهدين ومشاهدين نشكركم أيضا على حسن المتابعة ونلتقي في حلقة قادمة شكرا للمشاهدين 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 شكرا للمشاهدين